بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على بيث رحمة العالمين. زكرنا عظيم جدا يقال الشكر. كثير من الناس لا يعلمه. او يستخف به وهو من اهم اسكار الصباحة. لو لك قلته صباحا ومساءا وانا يأخذ منك الاكثر من ثانيتين صباحا وثانيتين مساءا. فقد حققتك الشكر الكامل لرب العمي سبحانه وتعالى. فلو حققتك الشكر الكامل كل يوم ده معناه ان انت بتحمد رب الله سبحانه وتعالى كمان بغي. وان كان لا يستطيع احد على وجه الارض ان يحمد الله سبحانه وتعالى كمان بغي. لا سبحانه وتعالى. لان في ملائكة. من زباد الخليق. راقعون. وفي ملائكة ساجدون. لن يرفعوا رؤوساهم الى اوم القيامة. ويقولوا رب ما عبدناك حق عبادتك. زي سيدنا داود. ربنا اوحاله. ربنا سبحانه اوحاله. اشكر يا داود. قال له يا رب وكيف اشكرك. وشكرك هو في الحادة ذاته نعمة تحتاج الى شكر. قال الله الان اشكرتني يا داود. تعفين معنى ايه. معنى ان انا ما اقول يا رب انا اشكرك. معنى ان انا دي نعمة انت دعمت علي. ان انت وفقتني ان انا اشكرك. توفيق للشكر لنعمة. طب وش النعمة دي بحتاج شكر. يبقى كل ما اشكرك لازم اشكرك تاني. عشان انت وفقتني في المرة الاولى ان انا اشكرك للمرة التانية. وفي مرة التانية لازم اشكرك. وفي مرة التالية لازم اشكرك عشان التانية والرابعة عشان التانية والرابعة عشان التانية سلسلة لا تنتهي فربرة صحيحة تعالى عندما اظهر داود عاجزة عن الشكر قال له الان شكرتان يا داود علشان كنت له وقع شكرا احنا ما كونوا عايزين نشكر واحد شكر بلغ بلغ فنقول له ايه انا عاجز عن الشكر عاجز مش عارف عامل ايه فما حدش قول انا بصلي واسوم وده كفاء مع واحد عبد ربرة صحيحة تعالى خمسمائة سنة من مليئ اسرائيل فالعي له اتخاذه يلجنبي رحمتي فقال له والقرق بlers عاملي قال له بالقرق بل برحمة تانية. قل انا اذن ناخذ نعمة عليك. سأخذ نعمة لك واضعها في الميزان و熱عو عبادتك في الميزان. يا ابن ان تضعها ف therapeutic kim 70 سنة سنة في ummAllare اسرائيل. حيث في صامة وابد successden اعطيت بعض الاصار فتاشت تاشت للخمسمائة سنة وضجح الخزوه إلى النار قال يا رب أدخل أدخل أتجنى برحمتك فرحموا ربنا سفحات دخلوا الجنة طب طب إحنا فيه من الخمسمائة سنة عبادة إحنا عمرنا إيه إيبا إذن إحنا محتاجين الشكر دولت وإحنا مش محتاجينه طبعا أنا أقول المقدمة دي عشان أعرفكم أهمية هذا الزكر لأنهم من أهم أسكار الصباح ومساء وبيتو حقق أشكر كامل أمش باشي أشكر الكامل لنت تكتب عند الله صحف تعالى من الشاكرين ودي منزلة عظمة جدا أو في حدث ما تكتب من الشاكرين أو في حكس ما تكتب من الشاكرين واللي بيصلي أربع ركعات في أول النهار في الضحى طب جاء في معقل الأوسط الإمام التبراني رحمه الله والحديث من مجموعة تركي حديث حسن يكتب عند الله صحف تعالى من القادنين ويكتب على الصلاة والعابدين ويكتب من التائبين. ولا زال العبد يصدق ويتحرى الصدق. يعطي يكتب عند الله صديقه. والعكس. او يكتب عند الله كزابة. فالانسان اللي يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويحمده كتير يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الشاكرين. يكتب في صحف ملائكة عند ربنا سبحانه من الشاكرين. تعريفه الملائكة ويكون عنده مشاكرين عند الله سبحانه وتعالى وتسني على الملائكة نهو من الشاكرين عند ربنا سبحانه وتعالى. بل ربما يبعث يوم القيامة من أفضل الناس أكارم الناس لأن رسالة ما قال في الحديث أفضل عبادي الله يوم القيامة الحمدون طبعا الحمدون مش الحامدون الحمدون الذين يكسروننا من الحمد فأنت مدوظف على ذكر فيه شكر ربنا سبحانه وتعالى صباحا ومساء يبقى إذن أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا تاما ومقابة الثالثة أنت هتحافظ عن نعم لأنه قولين شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد فعكس الشكر الكفر فليأثر في شكر الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل ووقع في الكفر الكفر مش خروج من الملة بس أو ارتدال على الإسلام الكفر عدم شكر النعمة لأنه كفر هو أنواع كتير في الحديث إيه ما قال حين أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومي يعني شكر النهار ما قال حين أمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة إن ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا يشريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته بالكامل بالكامل حتى لو نارى سبحانه وتعالى أعطاق مليارات مليارات أعطاق كل النعم الكاملة لو قلت الزكر ده صباحا ومساء بنت أديت الشكر كلنا نعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى كلنا نسأل أنفسنا كيف نشكر الله سبحانه وتعالى لأن نعم الله لا تحصل وانتعودوا نعمة الله لا تحصوها إن إنسانا لظلوم وكفار لا يعني ظلوم وكفار شديد الكفر لنوب لك حتى هذه النعم وللاش كون الله سبحانه وتعالى حق الشكر عليها الزكر ده مهمة اللي مش مهم طب كم واحد بيقوله وكم واحد مؤثر فيه يبقى تقوله بنية إنه يتكتب تأدي الشكر كامل ربنا سبحانه وتعالى إنك تكتب عند الله من الشاكرين إنك تبعص من قائمة من الحمادين إنك تحفظ النعم والنعم باشطح vice práctica سيد عمر القطاب صحابي ماشي عا지만 يقول الله ما أجعلني من القليل الله ما أجعلني من القليل لا أجعلني من القليل فقال له يا رجل ألا تكون ألا تكون مع الكثيرين مع الكثير لاذا تدعيوق مع القليل يادو الله مع الجماعة كما قال الإعصاد في الحديث قال له يا أميرة الممينة لم تسمع قبل الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور قال له نعم صدقة كل الناس يأفقه منك يا عمر فأريت أريت المؤثر فيه يتقل الله سبحانه وتعالى ويقوله صباحا ومساء وانت مخلصا أنه محتسب من الأجر في كل ما يقوله أن تكتب عند الله من الشاكرين أن تبحث من يوم القيامة من الحمادين أن تحفظ النعم وتزداد وتؤدي شكر الكامل من رب العميس سبحانه وتعالى فأكتبه لكم انسخون شؤون نشر هادرين في صواب العظيم العلم علما في الأجرم عميبيا من القيامة هل ينقذ ذلك ممريم شيء؟ اشتركوا في القناة استغفر الله لي ولكم